تعمل أغلب دول العالم جاهدة على توفير المتطلبات الضرورية لحماية ممتلكاته الاقتصادية من أي كوارث طبيعية أو غير طبيعية قد تلحق بهذه الممتلكات حيث أن التأمين كنظام يقوم بتجميع الأخطار المختلفة وتوزيعها على المجموعة وهو بذلك يحقق تكافلا اجتماعيا بين الأفراد حيث يعمل هذا النظام على تحويل الأخطار من الفرد إلى المجموعة ثم يقوم بتوزيع الخسائر على جميع أفراد المجموعة لكن هذا القطاع لم يعد فعالا في العراق منذ سنوات على الرغم من أن العراق بيمس الحاجة لنظام تأمين محكم وفعال وذلك لكثرة الحوادث فيه وهذا ما يستدعي من الحكومة وضع برامج مهمتها نشر ثقافة التأمين بين المواطنين ووضع آليات الرصينة لنظام تأمين وطني يؤمن مجالات الحياة كلها من الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاستثمار وغيرها فعدم وجود نظام تأمين الرصين وفعال في العراق له تأثيرات كبيرة في الجانب التطويري وفق مختصين حيث أن معظم الشركات الاستثمارية العالمية الراغبة للعمل في العراق عادة ما تتراجع عند معرفتها بعدم وجود نظام تأمين يؤمن على أرصدتها ومعداتها ويحميها من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والأمر ينسحب كذلك على بقية القطاعات الأخرى لبرنامج دينار على الجويلي العراقية الخبارية بغداد